فأنا كنت أتصور يعني خد في أضيق النطاق أو يا سيدي إذا كنت بقى هنشتغلها أهلي وزمالك خد بس أنا يعني ما ظنيش أبدا أنه إيهاب جلال استقر أنا بتكلم لو صح هذا دائما أنا أتحفظ لو صح هذا لا لا يستجيب إيهاب جلال لضغوط ولا يستجيب لضغوط الأهلي حتى يعمل الشيء اللي فيه هو ويكون منطقي وفي نفس الوقت يدفع بالأمور أنها تبقى ثالثة مستعدين نناقش أي حد نقاش موضوعي زي يعني مين اللي حتظلم في أن الأهل يلعب من غير العمد الدولين يعني ياريت حد يشاور لي كده على اللي حتظلم يعني غير الأهل يعني فالنهاردة احنا شايفين تقلبات الدوري مفيش ماتش ساعة بس أنت أنت مش ملاحظ التناقض في رأي الناس يعني يقول لك ما احنا عندنا أحسن لعيبة عشان كده بتجي لهم عروض الأهل ما عندهوش أحسن لعيبة أما تيجي تختار في المنتخب لا لازم أن ياخد أحسن لعيبة عشان توقف معي شوية في الحاجات دي يعني أصدقك فيهن أجيلك فيهن بالضبط هو أنت كويس ولا بش أنا كويس ولا مش كويس عشان كده بياخد أحسن لعيبة من عندي ولما ما ياخد شيء بس لا إيش معنى أنا لعبتي اللي بجي لها العروض ولعبتي عندي أحسن لعيبة في مصر ده يا أستاذ إبراهيم لم أخد شيء من عنده لعيبة إزاي تاخد من الأهل وإذا يعني خد منه أكتر من الأهل تبت رايح لعيبة الأهل يعني اللي أشوف للعيبة أنا لما في قضية اللعب وتأجير المبارات أنا لما أذكر الزمالك خالص كنادي أهلي ولا إحنا كأعلام إحنا ركزنا على الموقف والصعوبات اللي بتقابلنا اللي قولنا أنت مريح الزمالك ولا جبنا سريته عايزين نخرج منه وبعدين اللي قولك هو أنت أجلت الزمالك هو أنا مأجلتش اللي مأجلتش الزمالك قبل الكنفدرالية ما أنت كنت عامل أنت عارف أنه الزمالك بعد جواب أنه تعهد أنه هيلعب يوم تسعة ويوم اتناشر ويوم خمستاشر ومالتزمش بيه بالترجمة والداخلية والإنتاج الحرب يوم خمستاشر جي يوم قبل يوم خمستاشر قال لك على طلق ما هالعب مع الإنتاج الحرب يرديك خلاص هي كده الدورة ده الدورة ده عايز مأزون مش عايز رئيس لكن يتعوك طلعت كثرة